ما كان لك سوف يأتيك رغم ضعفك وما لم يكن لك لن يأتيك رغم قوتك أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد حبت بالله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد أحيانا هناك مواقف معينة يلمحوا الإنسان أو يستقرؤها أو يقرأها أو تبلغه أو يتعلمها تكون له مش معالم في الحياة بس لا تكون يعني لها تأثير رهيب في فكره ويعني في بصمات فكره إذا كان للفكر بصمات يعني مثال مثال مثلا أضرب مثالين ثلاثة أمثلة بسيطة تري أن الإنسان يستطيع أن يستنكه ويستخرج من المواقف ويسمر غور المواقف في أن تفيده تفيده هذه المواقف مر عمر رضي الله عنه ابن الخطاب على رجل يدعو بجوار بعيره الذي أصابه مرض الجرب والبعير عندما يصاب عند العربي والبدأ بمرض الجرب لابد أن يحلقوا وبره ثم يدهنوا هذا المكان بالقطران حاجة زي اللي بنعمل بالشوارع يعني ده علاجه فالرجل الأعرابي قاعد جنب البعير وبيدعو الله اللهم ماشي بعيري من الجرب اللهم ماشي بعيري فلكزه عمر يعني لمسه كده ومشفه وقال له يا هذا أيد دعائك بشيء من القطران يعني اعمل الأسباب يا أخي معتمد على الدعاء زي بالضبط للولد لم يذكر طول السنة ادعيل يا أمي روحي ربنا ننجحك يا ابن تبقى أول واحد على الجمهورية ولا على المملكة يعني زي يعني يا هذا أيد دعائك أيد دعائك بشيء من القطران يعني اعمل الأسباب فدي حقيقة حكاية الهز إليك بجدع النقل هذا فهم عمر للدين حقيقة يعني تسبب لي يعني معلمة يا طرفة مع ذكاء يعني حدث أن الرجل ألماني ذهب إلى الطبيب النفسي وأن هذا الطبيب قال له أنا لا أنام طوال الليل نهائي عندي أرق مستمر من عشر سنوات ليه؟ قال أنا متيقن أو المنام في وحش تحت السرير سوف يأخذ اللي أكلني قال لي يا الله ده أنت تحتاج إلى عشرين جلسة كل جلسة بتوينمائة يورو وبعد كده تكون خفيت يعني وذهب هذا المريض وبقدر الله التقى بعد شهرين أو ثلاثة بالطبيب في المول بيشتري في السومر ماركت بيشتري شيئا فقال له الطبيب ليه لم تأتي إلى العيادة؟ قال له الحمد لله المشكلة حلت قال له كيف يعني؟ قال له وجدته رجل مصري الأصلي يعني هو ألماني عايش في ألماني يعني هو مصري الأصل فلاح بسيط أشكه له عندما خرجت من عندك مسألة أرقي لماذا أنت هنا؟ أنا والله كنت جالي الطبيب في مشكلة صحيح ليه خير؟ قال له حكيت له الحكاية قال فحل لي المشكلة ولم يأخذ منه يورو واحد قال هذا حل لديه عبقلي وشفيت من الأرقي أنام كل يوم بالصغراق ماذا قال لك؟ قال لي بيع السرير بيع السرير ونمع الأرض الوحش ده فين؟ تحت السرير شير السرير فين الوحش؟ فليه تدل على أن الله يرزق بعض العباد مش لعلم ولا شهادات يعني ثم الحكمة الثالثة التي حقيقة تؤثر فيي كثيرا من صغرين ما كان لك سوف يأتيك رغم ضعفك وما لم يكن لك لم يأتيك رغم قوتك كم من ملياردرات يتمنى أن ولده لا تعطى المخدرات ويوددك أرقى المستشفى ولكن والرجل الفقير الذي يليملك شيء علم ابن الصلاة ورقابة الله سبحانه وتعالى مستقيم ولا يكلفه شيء ما كان لك سوف يأتيك رغم ضعفك سبحان الله سيدنا موسى رغم ضعفه عند مدين أتاه الله سبحانه الله الزوجة وأولاء الزوجة وعز وستر ومال وبيت وحاملوا يعني والد لزوجته وعشر سنوات رغم ضعفك وما لم يكن لك لا ليأتيك رغم قوتك رغم قوتك رغم قوتك فنسأل الله أن يرزقنا اليقين والفهم إن ربي على ما يشاء وقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته